هذه أبرز العناوين سيس لم يكن سهلا اللاعب في ظل هذه الظروف وأردنا رسم البسمة على وجوه المغرب في هذه الفترة الصعبة لا يصدق نجم المنتخب المغربي يتلقى عرضا كبيرا من نادي ليفيربول ومونشستر سيتي أمين عدلي يضع بصمته الأولى مع المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس سيس لم يكن سهلا اللاعب في ظل هذه الظروف وأردنا رسم البسمة على وجوه المغرب في هذه الفترة الصعبة أكد رومان سيس عميد المنتخب المغربي أن النخبة الوطنية كانت تهدف لدعم ضحايا الزلزال ورسم البسمة على وجوه المغرب من خلال مباراة بورك نفاص الودية وقال السيس في تصريحة إعلامية بعد الفوز على بورك نفاص لم يكن سهلا اللاعب في ظل هذه الظروف ويصعب الحديث عن الفرح أو ما شابه الشعب المغربي يحيش وقتا عصيبا وتابع لدينا جمهور شغوف وكان حاضرا كان من الواجب أن نظهر مستوى جيد بعدما حدث بالمغرب خلال الأيام الأخيرة ورسم البسمة على وجوه المغرب في هذه الفترة الصعبة مكاسب هذه المباراة عديدة منها استعادة نغمة الانتصارات ورسائل التضامن بين المغرب لاعبين وجماهر ثم الابتسام الخفيف التي علت الوجوه ولو نسبيا لأن الحياة تصمر بالتفاؤل ووصل كان من الضروري تكريم الضحايا الذين فقدناهم والأشخاص الذين أصبحوا بدون سكن لم يكن ذلك سهلا نحن كلنا لدينا عائلات هناك وأتم سيس حديثه قائلا هذه المباراة تعززت تقب النفس ومنحتنا الإشارات التي كنا نبحث عنها لا يصدق نجم المنتخب المغربي يتلقى عرضا كبيرا من نادي ليفيربول ومونشستر سيتي يدخل الدولي والمغربي نيف أكرد لعب فريق ويستهام يونيتد الإنجليزي ضمن اهتمامة كل من ليفيربول ومونشستر سيتي وكشفت تقارصة في إنجليزي عن وضع الفريقين النجم المغربي ضمن دائرة اهتماماتهما خلاسية من نادي ليفيربول الذي يعد أكثر إلحاحا على التعاقد مع المدافع المغربية وقالت صحيفة الضصون أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفيربولي سعى إلى تعزز خط دفاع فريقه بخدمات النجم المغربية وزاد المصدر تهن المدرب كلوب منح الضوء الأخضر لإدارة فريقه بضم المدافع المغربي سعيا منها إلى ضخ دماء جديدة في صفوف فريقه الذي يتوفر على مدافعين متقدمين في السن وأشرت الصحيفة إلى أن اللاعب أكراد كان على لعبها بالانتقال إلى الدور السعودي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصفقة فشلت في آخر لحظة بعد رفض المدافع المغربية الانتقال إلى السعودية وتفضيله اللاعب في مستوى حال بالبريمير ليج أمين عدلي يضع بصمته الأولى مع المغرب قدم أمين عدلي لعب باير لفيركوزن نفسه بقوة في أول مباراة له مع منتخب المغرب وذلك في مباراة بوركينفاص الودية يوم أمس الثلاثة في فرنسا وصنا عدلي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة والثلاثين إذ قدمت تمرارة رائعة داخل منطقة الجزاء لزميل عزدين أناحي لعب مارسيليا الذي وضع الكرة في الشباك يشار إلى أن أمين عدلي صاحب الثلاثة والعشرين عاما يحمل الجنسية الفرنسية أيضا لكنه فضل تمثيل المنتخب المغربي على جانب آخر يعد هذا هو الهدف الأول لأناحي مع منتخب الأصود منذ التنائي التي أحرزها في مرمى الكونغو الديموقراطي يوم التاسع والعشرين من مارس 2022 في إياب الملحق المؤهل لمونديا القطر يوسف دايو الشعب البوركينف يقف بكامل دعمه مع الشعب المغربي قلوبنا معهم أكد يوسف دايو لعب منتخب بوركينفاص أن الشعب البوركينف يقف بكامل دعمه مع الشعب المغربي عقب الزلزال الذي ضرب بعض المناطق في المملكة يوم الجمعة الماضي وتغلب المنتخب المغربي على بوركينفاص بهدف السفر في مباراة احتضنها ملعب لانس بفرنسا يوم أمس وستخصص أربحها للمساهمة في صندوق التبرعات الخاص بزلزال الحوز وفي هذا الصدد قال يوسف دايو في ندوة الصحفية التي تلت المواجهة مع كل ما وقع في المغرب نحن الشعب البوركينف نقدم دعمنا الكامل ونحن بقلوبنا معهم وتابع المحترف في صفوف نهضة بركان كانت مباراة مختلفة وليست سهلة والمنتخب اللعب بروح ريادية وهذا أهم الشيء وسأقول للطرفين أحسنتم وسنواصل العمل للمستقبل زلزال المغرب كان أكثر لحظة مخيفة في حياتي لقد قضينا هناك عطلة مليئة بالمشاعر تحدث ألان روف حريس المرمى الإسكتلاندي السابق عن لحظة الخوف التي عاشها أثناء قضاء عطلته في مدينة مراكوش جراء الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وقال روف في حديثه لإداعة بيبيس في إسكتلاندا كانت اللحظة التي حدث فيها الزلزال هي أكثر لحظة مخيفة في حياتي وتابع لقد كانت تجربة مروعة حيث لم نكن نعرف ما إذا كان المبنى سيسقط فوقنا أم لا ولم نكن نعرف إلى أين نذهب وهل سنركض يسارا أو سنتجه يمينا وأردف لقد حدث ذلك في دقيقة وحيدة ولكن الدقيقة بدت وكأنها أبدي الزلزال كان مفاجأة للجميع لقد قضينا دقيقة صمت في معظم الليالي وكانت عطلتنا مليئة بالمشاعر تماما واختتم الزوار الذين كانوا في الفندق الذي أقيموا فيه شاركوا وحاولوا المساعدة حيثما أمكنهم ذلك بما في ذلك بعض الطاقم الطبي من غلاسكو الذين عرضوا مجموعة من الخدمات بعد تأجيلها بسبب الزلزال تحديد موعد جديد لمباراة المغرب وليبيريا يواجه المنتخب الوطني المغربي ندره الليبيري داخل تواريخ الفيفا بين التاسع والسابع عشر من شهر أكتوبر المقبل وأبلغت الكونفيدرالي الأفريقي لكرة القدم كل من الجميع والاتحاد الليبيري ببرمجة المباراة المندرجة ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا والتي أجلت بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب نهاية الأسبوع الماضي وذلك خلال الفترة بين التاسع والسابع عشر من أكتوبر ويواجه المنتخب الوطني المغربي ندره الإفواري يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر المقبل بإبين بي في ضاحية الشمالي لأبيدجون ويرتقب أن تبرمج مباراة الليبيريا قبل صفر أصود الأطلس إلى الكوديفور التي تصدف كأس أمم أفريقي المقبل لمطلع شهر يناير المقبل وضمن المنتخب الوطني المغربي تأهله مبكرا إلى الكان وتبقى مبارته أمام الليبيريا شكلية وبمثبت محطة إعدادية لتصفية كأس العالم 2026 والكان وينزل المنتخب الوطني المغربي شهر نوامر المقبل الكل من إرتيريا وطنزانيا في افتتاح تصفيات المونديال هذه أبرز العناوين سيس لم يكن سهلا اللاعب في ظل هذه الظروف وأردنا رسم البسمة على وجوه المغرب في هذه الفترة الصعبة لا يصدق نجم المنتخب المغربي يطلق عرضا كبيرا من نادي ليفيربول ومونشستر سيتي أمين عدلي يضع بصمته الأولى مع المغرب ترجمة نانسي قنقر